في ولاية سنار وبضاحية مايرن الشهيرة استوقفتنا كثيرا من المواقف لكن الموقف الذي لفت انتباهنا أكثر كان هذا المنزل الذي اعتاد أصحابه على تربية حيوانات تعتبر الأكثر شراسة وفق معطيات تربية الحيوانات التي اعتاد عليها بن البشر في هذا المنزل توارث الأجيال هنا تربية تمساح يبلغ من العمر أكثر من أربعين عاما وفيه يقول الإبن الأكبر للرجل الذي استطاع ترويض هذا الكاسر إلى حيوان أليف ووديع يقول فيه ما لم تعتاد طبيعة الأشياء عليه منكم نظر علينا الوالد عنده في وايه بعتل تمساح وقام في غزلان في غرنوك في سعابين هطعا بعد ذلك نحن نظر علينا حسب الوالد بتعليماته مثلا نجيب لهم السمك نأكلهم وكذا حد ما رحمة الله عليه دفع الله أحمد الله بعد ذلك وقالنا نحن وواصلنا بنفس الطريقة حتى الوالد الزادة التمساح بنفس التعليمات مثلا الزمان بنأكل السمك واللحم وبرضو خش نغسل الحميم ونفس الوضع مواصلين وتمساح عمره حوالي حسي ما بين أربعين وأربعين سنة لم يكن التمساح الضخم الذي ترونه هنا وحيدا في هذا المنزل وقد اتخذ قاطنوه أن يرتادوا آفاقا تجعل الزائرين لما يرنو يجعلونه قبلة لهم فكان وجود هذا الأفعى الخطير لكنه يقتات هنا ويعيش بسلام كما تعيش بقية الحيوانات الأليفة الوالد الله رحمه وقفر له كان نحن كان في برميل حذرناه دوري منه دور حذرناه حذرناه فترة الأخيرة تانية في حوض أو برميل مستطيل وبعد ذلك الحوض الكبير نحول من هنا من حوض ذاق نحول ذلك معي أخو علي فيصل وجماعة دير يعني مجموعة حافظ نحن ستة نفار ما سكدنا هاج كده رمان نحن ستة نفار رمان رمان نحن ستة حتى الثعلب الذي اعتاد العيش في الأودية والأماكن البعيدة قبل الترويض هنا وعاش بسلام تفتقده الساحة السودانية السياسية عاش مع الأفعى والتمساح في منزل واحد وفي تجانس قد لا يصدقه إلا من يرى تجوال كامير الشروق في هذا المنزل المليء بالإلفة والعيش الكريم بين أعداء جمعت بينهم عزيمة الإنسان باب كرة طاهر الشروق الخرطوم